بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ سعد إبراهيم الجريس معلم تربية خاصة في معهد التربية الفكرية غرب الرياض المرحلة الدراسية التأهيلي للصف الأول تأهيلي لمادة الرياضيات تعليمات الدرس أرجو من الأسرة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتب والأدوات اللازمة والاستعداد للدرس الوحدة الثالثة لمادة الرياضيات درسنا لهذا اليوم هو رقم الهاتف الشخصي رقم الهاتف الشخصي أهداف الدرس أولاً أن يرتب الطالب خطوات الاتصال بشكل صحيح ثانياً أن يميز الطالب بين زر الإجابة وزر رفض المكالمات بشكل صحيح ثالثاً أن يحفظ الطالب رقم هاتفه الشخصي بشكل صحيح في البداية يوجد لدينا هنا عزيزي الطالب شاشة الاتصال شاشة الاتصال تحتوي شاشة الاتصال على العناصر التالية أولاً الأرقام من الرقم واحد وحتى الرقم تسعة كذلك الرقم صفر وعلامة النجمة وعلامة المربع كذلك تحتوي على خانة كتابة رقم الهاتف كذلك يوجد لدينا هنا على أيقونة باللون الأخضر وهي أيقونة الاتصال أيقونة الاتصال إذن أناصر شاشة الاتصال أو الأناصر الرئيسية لشاشة الاتصال الأرقام وزر الاتصال وخانة كتابة الرقم بعد ورود اتصال على جهاز هاتفك تظهر لديك هذه الشاشة تحتوي شاشة المكالم الواردة على الأناصر التالية اسم المتصل أو رقم هاتفه اسم المتصل أو رقم هاتفه كذلك في الأسفل توجد لدينا أيقونة باللون الأخضر أيقونة الرد على المكالمة والأيقونة باللون الأحمر تعني أيقونة رفض المكالمة أيقونة رفض المكالمة إذن عناصر شاشة المكالمة الواردة رقم المتصل أو اسم المتصل كذلك زر الإجابة وزر رفض الاتصال أو زر رفض المكالمة خطوات الاتصال بواسطة الهاتف الجوال الخطوة الأولى اضغط على أيقونة الاتصال لظهور الأرقام الخطوة الأولى من خطوات إجراء اتصال نقوم بالضغط على الأيقونة أو أيقونة الاتصال لظهور الأرقام الخطوة الثانية مبتدئا من اليسار إلى اليمين أدخل الرقم المراد الاتصال به مبتدئا من اليسار إلى اليمين أدخل الرقم المراد الاتصال به الخطوة الثالثة قم بالضغط على أيقونة الاتصال قم بالضغط على أيقونة الاتصال يوجد لدينا هنا عزيز الطالب نماذج لأرقام الهاتف نماذج لأرقام الهاتف الرقم الأول المعطى لدينا في هذا الدرس هو رقم هاتف الجوال رقم الهاتف الجوال يبدأ رقم الهاتف الجوال بصفر خمسة ثم الأرقام التي تليها ثم الأرقام التي تليها مجموع خانات رقم الهاتف الجوال هو عشر خانات عشر خانات الرقم الثاني الموجود لدينا هو رقم هاتف الجوال ولكن قمنا بإضافة المفتاح الدولي للاتصال من خارج المملكة من خارج المملكة المفتاح الدولي عبارة عن الرقم 00966 ثم نقوم بإدخال رقم الهاتف الجوال إذن الرقم الأول رقم هاتف جوال للاتصال من داخل المملكة الرقم الثاني رقم هاتف جوال للاتصال من خارج المملكة للاتصال من خارج المملكة النشاط السادس قم بترتيب رقم هاتفك على الدفتر نقوم بكتابة الرقم الهاتف الجوال كما ذكرنا سابقا يبدأ رقم الهاتف الجوال بصفر خمسة ثم الأرقام التي تليها مجموع الخانات الموجودة في رقم الهاتف الجوال هي عشر خانات عشر خانات النشاط السابع أكمل رقم هاتفك الشخصي نقوم بكتابة الرقم المعطى لدينا كمثال لحل هذا النشاط في هذا الدرس النشاط الثامن اتصل برقم هاتفك متبعا الخطوات التالية في هذا النشاط يوجد لدينا مجموعة من خطوات إجراء الاتصال سوف نقوم بإعادة قراءة هذه الخطوات سويا أولا اضغط على أيقونة الاتصال لظهور الأرقام الخطوة الثانية مبتدئا من اليسار إلى اليمين أدخل رقم هاتفك الشخصي الخطوة الثالثة اضغط على علامة الاتصال اضغط على علامة الاتصال نشاط إثرائي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة في هذا النشاط توجد لدينا مجموعة من العبارات سوف نقوم بقراءة هذه العبارات ومن ثم نقوم بتمييز العبارة الصحيحة وذلك بوضع علامة صح والعبارة الخاطئة وذلك بوضع علامة خطأ العبارة الأولى أدد خانات رقم الهاتف الجوال هي أشر خانات أدد خانات رقم الهاتف الجوال هي أشر خانات هل هذه العبارة صحيحة أو عبارة خاطئة أحسنت بارك الله فيك إبارة صحيحة إذن نقوم بتمييز هذه العبارة وذلك بوضع علامة صح في نهاية هذه العبارة العبارة الثانية المفتاح الدولي للمملكة العربية السعودية هو 777 المفتاح الدولي للمملكة العربية السعودية هو الرقم 777 هل هذه العبارة صحيحة أو عبارة خاطئة أحسنت بارك الله فيك عبارة خاطئة عبارة خاطئة المفتاح الدولي للاتصال برقم الهاتف الجوال من خارج المملكة هو 00966 العبارة الثالثة يجب علي أن أحفظ رقم هاتفي ورقم هاتف ولي أمري يجب علي أن أحفظ رقم هاتفي ورقم هاتف ولي أمري هل هذه العبارة صحيحة أو عبارة خاطئة؟ أحسنت بارك الله فيك عبارة صحيحة عبارة صحيحة كما تشاهد أزيز الطالب قمنا بتمييز العبارة الصحيحة وذلك بوضع علامة صح والعبارة خاطئة وذلك بوضع علامة خطأ العبارة الأولى عدد خانات رقم الهاتف الجوال هي 10 خانات عبارة صحيحة عبارة الثانية المفتاح الدولي للمملكة العربية السعودية 777 عبارة خاطئة العبارة الثالثة يجب علي أن أحفظ رقم هاتفي ورقم هاتف ولي أمري عبارة صحيحة عبارة صحيحة نشاط إثرائي 2 صلة العبارة الصحيحة من العمود ألف بما يطابقها من العمود ب في هذا النشاط توجد لدينا مجموعة من العبارات على يمين السبورة سوف نقوم بإيصالها بالعبارات أو بالخيارات المناسبة والمطابقة لها العبارة الأولى الموجودة لدينا في العمود ألف رقم الهاتف الجوال رقم الهاتف الجوال ما هو الخيار المناسب لهذه العبارة في العمود ب هل هو الخيار الأول أو الخيار الثاني أو الخيار الثالث أحسنت بارك الله فيك الخيار الثاني هو رقم الهاتف الجوال رقم الهاتف الجوال يبدأ رقم هاتف الجوال بصفر خمسة ومجموع عدد خانات هذا الرقم هي عشر خانات عشر خانات العبارة الثانية من العبارات الموجودة لدينا في العمود ألف المفتاح الدولي للمملكة العربية السعودية ما هو المفتاح الدولي للمملكة العربية السعودية هل هذا الرقم صفر صفر تسعة ستة ستة يعتبر المفتاح الدولي للاتصال المفتاح الدولي للمملكة العربية السعودية أحسن تبارك الله فيك هذا الرقم يشير إلى المفتاح الدولي للمملكة العربية السعودية العبارة الثالثة من العبارات الموجودة لدينا في الأمور رمود ألف للاتصال برقم الهاتف الجوال من خارج المملكة نقوم بإيصاله بالخيار المناسب والصحيح له وهو يحتوي هذا الرقم على المفتاح الدولي كذلك على الرقم الهاتف الشهر أو الرقم الهاتف المراد الاتصال به كما تشاهد عزيز الطالب قمنا بإيصال العمود ألف بما يناسبه من العبارات في العمود بأ رقم الهاتف الجوال قمنا بإيصاله بهذه العبارة أو بهذه الخانة كذلك المفتاح الدولي كذلك الرقم الاتصال من خارج المملكة رقم الاتصال من خارج المملكة في نهاية هذا النشاط أشكر الطالب وأشكر الأسرة على استماعهم وإنصاتهم أتمنى لهم التوفيق والسداد هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد